مرة أخرى تشيع مأرب ضحايا جددا لعمليات استهداف بعبوات ناسفة يذهب ضحيتها جنود وضباط في الجيش في منطقة الكسارة القريبة من مفرق الجوف في عمق تسيطر عليه القوات التابعة للحكومة الشرعية تتكرر حوادث استهداف أفراد وقيادات الجيش وبشكل أثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة ما يجري خصوصا أن تلك الحوادث تمضي دائما دون أن تتخذ وزارة الدفاع أي إجراء للتحقيق في أسباب الحادث وملبساته هذه الحادثة التي حدثت وقعاتها في مناطق الشرعية وفي مناطق تواجد الشرعية وسطرة الشرعية بعيد ومنأة عن مناطق تواجد الحوثين نحن في هذه القضية نحمل جهات المنطقة السابعة على وجه الخصوص مع المنطقة الثالثة نحملهم مسؤولية الحادثة العملية التي حدثت الأسبوع الماضي وقتل فيها تسعة عسكريين على رأسهم العميد عبدالله العبدي نائب رئيس عمليات اللواء 81 سبقتها عمليات أخرى في المنطقة نفسها بحسب مصادر ميدانية منها التفجير الذي أودى بحياة العقيد نبيل الوليدي في نهاية مايو الماضي وتقول مصادر لقناة بلقيس إن العملية التي شيع ضحاياها اليوم في مدينة مأرب هي الرابع عشرة من سسلة العمليات المشابهة في المكان نفسه وبالآلية ذاتها مبادرة قالوا أن هناك لجنة تحقيق تشكلت ونحن نتمنى أو مطلبنا مجتمني فقط ما نطالبه هو الكشف عن التحقيق أقارب الضحايا الذين حضروا التشيع طالبوا رئاسة هيئة الأركان ووزارة الدفاع بالكشف عن التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بمتابعة ملابسات الحادثة محملين القيادة العسكرية في مأرب مسؤولية سقوط الضحايا في مناطق سيطرة الجيش فيما ذهب بعضهم للمطالبة بإقالة وزير الدفاع كما اتهموا قيادات الوزارة بالإهمال نطلب من القيادة السياسية إقالة وزارة الدفاع بالكامل لحيث هي لا تقوم بواجبة وهي متقاعس تكرار العمليات وتشابهها وتطابق مسرح عملياتها يدفع بالكثير للتساؤل عن سبب امتناع وزارة الدفاع وغيرها من الهيئات المعنية عن اتخاذ أي تدبير عسكري أو أمني للتحقيق في الوقائع أو الحيلولة دون تكرارها كما يفتح الباب على كثير من الاحتمالات والتخمينات والتي تشير في معظمها إلى اختراق خطير لصفوف الجيش الوطني ترجمة نانسي قنقر